ترجمة نانسي قنقر الهجمات التي يشنها داعش بين الفينة والأخرى تركزت على استغلال الثغرات الموجودة في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالة حيث شن داعش أكثر من عشر هجمات تسببت باستشهاد عدد من المدنين والقوات الأمنية على حد سوى الأوضاع الأخيرة كشفت عن جهود كبيرة بين جهاز مكافحة الإرهاب برئاسة الفريق والركن عبدالوهاب الساعدي وجهاز الأمن الوطني برئاسة عبدالغني الأسدي في التعامل مع خلايا داعش وتشفيف منابعه وملاحقة خلاياه في عموم البلاد من خلال استمرار العمليات العسكرية بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية وبتوجيهات مباشرة من القائد العام للقوة المسلحة مصطفى الكاظمي ويرى مراقبون أن تلك الهجمات التي شنتها العصابات الإرهابية كانت تستند إلى التخبط الذي أدخلت البلاد به النزاعات السياسية وتنازع أحزاب السلطة على المكاسب تاريكة شؤون البلاد متاحة أمام تنفيذ الأجندات الخارجية على حساب الشعب وهو ما جدد المخاوف من عودة سيناريو داعش في المرحلة الحالية التي تعد أكثر حساسية في العراق المقبلة على انتخابات مبكرة حددت موعدها الحكومة استنادا إلى الرغبة الشعبية الأمر الذي يتطلب جهدا أمنيا ينتشل البلاد من أتون صراعات داخلية وتدخلات خارجية بشؤونها